اشتركوا في القناة اتكلمنا في فيديو سابق عن محرك كان واقع في داخل الملف كان واقع عند فتحة الاسلاك كان واقع ساموني او روندلا او قطعة حديد وادت الى حرق المحرك وورجيتكم انا اياه وين محروك القصد انه هاي المعدن اذا كان موجود جوا وبدور مع البوبين او النجال المغنطيسي بحركه يمين وشمال وبدوره معه وكذا فاخرته بوصل للملف وبحرق الملف اليوم نصيحة سريعة يعني انا بالنسبة الى المحركات اي محرك انا بطلب من كل فني اي محرك بيجيك بعد ما تفك اسلاكه وبعد ما تنظفه وبعد ما يعني تزبط الحديد اذا كان فيه عليه ضربات او كذا وتبردهم بالمبرد نصيحتي اليك لازم تغسله بتنر لازم تغسله بتنر او على الاقل يعني او تغسله ببنزين او بأي مواد على اساس تطلع الاوساخ وباقي البرادة الموجودة في المجاري وفي المحرك على اساس انها بتعمل توصيل رح تكون مشكلتها نفس مشكلة الروندلا اللي حكينا عنها او السامون اللي حكينا عنها اللي دخلت بين الملفات الان انا هذا المحرك فكيته ولاحظوا سويته بالفرشاي وكل شي تمام بالدريل والفرشاي ونضيفه تمامه ما شاء الله عليه لكن انا بدي اغسله بتنر الان وراح اوارجيكم انا شو الاوساخ اللي رح تطلع منه وهاي مواد موصلة مواد موصلة يعني اه بتوصل وبتعملنا مشاكل طبعا احنا بنجيب تنر وبنبدأ نغسل في المحرك بس بدي اوارجيكم انا علي الان اقومuli الدخل choix لدي اغسله أنا المحرك بالتنر عن اغسله اوارجيكم مشاكل بس بسبب أو ساخ و رواسل قلوني أجي بس عبة التنر الثانية خليكم معنا طيب الان عبيتها تنر نغسله بشكل جيد بالتنر بالبنزين بأي مواد تنظيف ومندير شوي في المجاري على اساس اذا في رواسل ينزلهم معاه ومنقلب على الجهة الثانية ومنقلبه بشكل جيد حتى لو فيه أثار وسخ أو أي شيء بروح كله بالتنر بنزل بصير المحرك نضيف بشكل ممتاز لانه احنا هذا المحرك فيه كمن ضربة في الاستيتور فعملنا لهم برادة فاكيد هاي البرادة مواد موصلة وبتنزل على الملفات طبعا نغسله حسب الحاجة مرة مرتين على اساس انه ينزل كل شيء موجود فيه لاحظوا التنر كيف لونه أسود لكن انا اللي بدت لاحظوا عليه لاحظوا هنا اللمعة هاي هاي القطع الصغيرة هنا هاي القطع الصغيرة مثلا زي هاي هاي قطعة نحاس هاي على راس اللي بمفق صارت هاي القطع هاي البرادة هاي مواد موصلة هاي مواد موصلة يعني موضوحها نفس موضوع الرندلة أو السمون اللي سقطت جوه المحرك فانا نصحتي لكم انه لازم احنا ننظف او نغسل المحرك بتنر قبل ما نعمله ورق على اساس اذا فيه اي برادة اي اشي يخرج منه ونغسله مرة مرتين لغاية ما التنر ينزل ابيض ينزل ابيض ونظيف يعني رأى اغسله انا كمان هسه مرة او مرتين لغاية ما التنر ينزل ابيض ونظيف هاي هي ان شاء الله تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي مبصيكم دايما وبصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته